السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاكر لكم تفعلكم في شرحنا سنستمر الآن في شرحنا للدروس أولى ثنوي الآن الباب الرابع مع الدرس الثالث المتبينة في المثلث طبعا إذا استفدت من هذا المقطع لتنشره لزملائك أيضا هناك روابط محدثة دائما في صندوق الوصف أيضا ممكن بعد سماعك لهذا الدرس وفهم الدرس مع الرجوع للكتاب تتدرب على الأوراق التفاعلية الجميلة اللي راح أضحها لكم في الرابط وأيضا نحدثها كل فترة أتمنى تستفيدون منها المتبينات عرفناها تعريف سريع المتبينات هي العلاقة بين عددين حقيين بعلامة أكبر أو أسر أو يساوي وهي تتميز بخصائص منها خصائص خصية المقارنة خصية التعدي أيضا خصية الجمع والطرح ونلاحظ أن في حالة المتبينات كما بينا لكم ودرستوها في المرحلة سابقة المرحلة وسطة أن عند الضرب أو القسمة على عدد سالب يتغير تجاه المتبينة ثم في صفحة هذا الكلام في صفحة 99 وصفحة 100 تكلم عن متبينة الزاوية الخارجية نقول أن الزاوية 1 أكبر من الزاوية A والزاوية B الزاوية الخارجية 1 هنا أكبر من زاوية A وأكبر من زاوية B ثم الآن نريد أن نقارن بين الزاوية المثلث والأضلاء المقابلة لها نلاحظ أن هذه الزاوية A زاوية كبيرة إذن الزلع المقابلها يصير أطول ضلع لاحظ والزاوية هذه B الخضراء هذه هنا أقل إذن الصغراء الزاوية الصغيرة تقابل الزلع الأقصر طولا وهذه متوسطة وهكذا طبعا لو تغيرت الزاوية يتغير نفس الحكاية إذن دائما نقول الزلع الأطول يقابل الزاوية الأكبر والضلع الأصغر والأقصر يقابل الزاوية الصغرى وهكذا ممكن تأتينا رتب رتب اكتب الزاوية مرتبة هنا رتبها هنا الزاوية 90 هنا الزاوية 51 هنا تكون الـ X يصير كام نحسبها ونشوف من الزاوية نرتبها من الأصغر نبدأ من الإسار إلى الأكبر التمرين هذا راح أضعه لكم نبدأ وهكذا ترتيب الزاوية وهنا هذا التمرين لكم أيضا وهنا التمرين نراحض التمرين إذن دائما ويبدأ بالترتيب يبدأ بالترتيب نشوف هذا التمرين أيضا الجميل لاحظ نشوف هنا لما نرتب يظهر لكم هنا الزاوية B لاحظ هذه الزاوية B لاحظ الزاوية B والزاوية A B C المثلث مجموعة زواياها الداخلية 180 هذا شيء معروف لكن لو حسبنا الطول الآن هذا طول اللي يقابل B مدام الزاوية B الأكبر وحدة إذن اللي قابلها طولها 2 أطول 1 إذن الأطول الضلع هو الضلع A C ثم اللي بعده B C لأنه يقابل الزاوية الكبرى الآن 89.5 اللي بعدها 54 اللي بعدها 36 0.4 ممكن هذه لو صغرناها كذا نعم نعم إذن نشوف الزاوية الكبرى هي الزاوية B إذن تقابل الضلع الأكبر الضلع الأكبر إذن A C اللي بعده المتوسط B C الأصغر A B وهكذا هنا هذه ظاهرة لكم الأطول هذه ظاهرة الأطول رح يكون معكم هذا التدريب موجود معكم إذن الرتب الزاوية والرتب الأضلع ترتيب الزاوية أو إذا بدأ قال لكم من الأصغر إذن أصغر الضلع A B A B لأنه يقابل الزاوية الصغرى وهكذا هذا التمرين هنا اختر الجواب الصحيح إذن أكبر زاوية حسب الجواب هنا رح تظهر لكم أكبر زاوية الزاوية B إذن ضع على الزاوية B ضع الزاوية B هذا الاختيار وهنا يطرع لك try again هنا الزاوية B تختار الزاوية B وتشيك على الإجابة يطرع لك الإجابة الصحيحة B ثم ما هي الزاوية الصغرى وما هو الضلع الأصغر وهذا نشاط تفاعلي لكم أتمنى تكونوا أن تستفيدون منه هنا حرك النقطة لتصبح الزاوية A منفرجة إذا كانت الزاوية A منفرجة حل هذا النشاط رح يكون عندكم إذن باختصار هذا المتبينات في المثلث رح تكلم أول شيء عن متباينة الزاوية الخارجية ثم تكلمنا عن العلاقة بين الزاوية المثلث وأضراعه الزاوية الكبرى تقابل الضلع الأطول والزاوية الصغرى تقابل الضلع الأصغر أتمنى لكم التوفيق والتفاعل أيضا وأي أحد عند استفسار يكون في التعليقات وبالتوفيق لجميع